سنتقل ده اللوع لقب سيدنا سليمان هو التابوت ده اللي احنا عندنا في الأدبيات أو يعني في الموروث الإسلامي بنسميه تابوت السخينة وهتلاقيه ليه أسماء أخرى يعني عند اليهود بيسموه تابوت العهد أو تابوت الرب هذا التابوت كان فيه بعض ألواح التوراه بعض الألواح التي أنزلت على سيدنا موسى وكان فيه عصى سيدنا موسى ويقال بقى تفاصيل على الحاجات الموجودة فيه اللي هي بقية من آل موسى وآل هارون هذه كانت آثار زي عصى موسى ربما زي النعلين اللي خلعهم سيدنا موسى وهذا التابوت له طاقة روحية خارقة بحيث أنه صندوق مبارك كانوا يجعلونه معهم في المعارك فإذا استحبوه معهم في معركة فازوا وكان دايما هو مطمح لأن يبحث عنه البحثون عن هذه الأشياء نعم على مدار التاريخ نعم سيدنا سليمان طبعا كان هذا التابوت في عناية الملوك والأنبياء من بعد طالوت وكان سيدنا سليمان عنده هذا التابوت وكان يضعه في الهيكل كذلك ولكن التابوت بعد ذلك أصبح مكانه غير معلوم حتى أن تعيين مكانه محل خلاف بين المؤرخين وبين علماء الدين في الملل والأديان الكتب السماوية كلها بعضهم يقول ما فيش عندنا نصر في كده يعني نعم هي كلها اجتهادات ممنية على مرويات بعضهم يقول أنه في بيت المقدس نعم بعضهم يقول أنه في مصر بالمناسبة وبعضهم يقول أنه في الأردن وبعضهم يقول أنه موجود في الحبشة في أثيوبيا في كنيسة مريم في أثيوبيا إلى الآن موجود هناك ومستور وله تقوص في زيارته وكذا أين هي الحقيقة يعني وفيه تابوت هناك هما بيقولون ده تابوت بالضبط هو تابوت سيدنا سيدنا داود سيدنا داود لكن ممكن ما يبقاش هو ربما فيه ناس مختلفة ما فيه عندناش شيء يقطع بهذا نعم والبحث عن هذا التابوت زي ما بقول لحضرتك كان شغل شاغل لناس كتير من الرحالة والمهتمين بهذا حتى أن هتلر نفسه وهتلر على فكرة كان عنده هوس لما تقري في سيرته وكذا هتلاقي أنه كان عنده هوس بالأمور المورائية والأمور الروحانية والحاجات اللي كان يعتقد أنها ممكن تجلب النصر أو تصنع له جيش خارق فكان بيدورها تابوت حتى أن الفكرة دي التيمة دي اتاخدت تيمة في عدد كبير من الأفلام أن هتلر والنازيين بيدوروا على شيء معين هيخلي جنودهم جنود خارقين مثلا نعم فهتلر كان بالبحث عن التابوت هذا هاجس من جملة هواجسه حتى أنه بعت عدة رحلات استكشافية للبحث عن هذا التابوت اعتقادا منه أنه لما يأتي به ويضمه إلى جيشه يعني يستطيع أن يضمن السيطرة على العالم نعم يعني ده يودينا الفكرة التبرك بالأشياء مولانا هل يجوز التبرك بالأشياء عمتا؟ البركة من الله سبحانه وتعالى وعلى ما ذلك ولما احنا بنتبرك بشيء بنتبرك به يعني بنالتمس أن يجعل الله البركة فيه فلما يبقى فيه مثلا أثر من أثر الأنبياء ما هو قطعا شيء مبارك طبعا إذا كان ربنا سمى الماء الذي ينزل من السماء وصفه بأنه ماء مبارك نعم آه طبعا أثار الأنبياء وأثار الصالحين كذلك إحنا بنعتقد أنها من مصادر البركة فنتبرك بها ونتفائل بها ولكن نبقى على يقين وإحنا بنتبرك بها أن ربنا هو اللي جعل فيها هذه البركة لينا نستشعر الشعود هو ده لب عقيدة الإسلام أن المؤثر الحقيقي في الكون هو الله وأن كل اللي إحنا شايفينه حولينا ده أسباب ومسببات نعم